في فيفري ولي بدأت الكورونا وغيره تبدلت معتش اضحك معنا معتها العمنية والظروف هالي دخلت الحصة بعضها اما ما كانش فاشل الموسم اضحك معنا لا بالارقام ولا بحد شيء ما كانش فاشل شون جمهيريا نوفل ولا تحكي مادين لسبونسور وكل شيء كل شيء بانسور وسبونسور بشي جوني عليه راذي علي البرنامج؟ معتها انا ما نرضى على حتى برنامج نعملو اما بانسور كني نجم يكون خير اما نحكي لك في نسب مشاهدة في الاشهار وفي غيره ما كانش فاشل ما كانش فاشل بكل نحكي لك الحد فيفري من بعد في مارس دخلنا في الكورونا ما عادش نحكيه على برمجة ولين نحكيه على ارتجال وبرامج ارتجالية وغيره معانتها اللي هيك كانت فترة خايبة على تومسو الكل برشا دي سيناريست غادروا القناة برشا برشا دي كرونيكور خرجوا كل تقريبا الكل يحكيوا على اسباب مادية بالاساس نوفلو اللي تدى فيه شلي كيف نوفل معانيين بالنقطة هذي ولا؟ اه دي سيناريست غادروا قناة على شكون على الاسباب مادية اللي مع لطفي وغيره لا تعجبني قعد تتنقل بي من الموضوع بحسب التماشي اللي عندي جايينوا اللطفي جزت السؤالين بعض لا خاطر انتي قلت لي بالدي سيناريست قعدت رخامة معاينا ما خرج حد اي معاينا ما خرج حتى حد قلت في القناة اللي خرجوا كل قالوا لأسباب مادية معاينا ما واحد خدم معاي قالوا اسباب مادية ما نذكرش ما نذكرش تخلص في الفريق واحدك؟ لا بانسور يخلصوا من القناة؟ يخلصوا من القناة ويخلصوا كما القناوات الكل فمزوس فئات ملعبات فمالناس اللي تخدم يوميا في الإدارة يخلصوا كل شهر معاينا ويخلصوا بطريقة عادية كل شهر وشهره وفمالناس اللي بجيس المتعاونين كما الكرونيكور ساعة يخلصوا بعد شهرين بعد شهر بعد ثلاثة شهر كيما كنت في الحوار كيما كنت في التاسعة كيف كيف نوفر خالص؟ اي بانسور كل شهر بالشهر؟ اي خاطرين انا ما نيش منشط نجي نشط الحصة انا نخدم يوميا معتها نجي صباح روح في الليل معتها منشط موظف ما نيش من المنشطين اللي متاع يجيبوا لي وراقي قلو لي يقراوها منهارة الحصة شو رايك في الكلام اللي يتقال على الأولاد اللي يخرجون عندنا وفناحكي على محمد علي تونسي سابر سجار من عند لطفي شو رايك في الكلام هذا اللي يتقال هاليوم فما العقلية هذي بالحق انه الشباب عنده نظرة اللي نوف اللطفي لا سامي الكبيرة اليوم نساقني جبدوني هما لا لسامي الكبيرة حتديك في باليباهي عنه يقولوا يحرق الشباب ما يعطيش فرصة للشباب مسكر علينا الثنية فهم منه الكلام منتجا مش تتقال علي هيّ نعرش لطفي في الشيخدم منا نعرش لطفي في الشيخدم هكا زربت لك جواب منتجا مش تتقال عليّ أكثر واحد يطلع وجوه أنا في التلفزة وفي اللي باعآ كان نسميهم لوكتو الدخو في القناوات الكلتة ويختموا وناجحوا مالنجا مش تتقل عليه معتا اكثر واحد انا تقريبا مع انت المنشط الوحيد اللي ساعات النشط ساعتين نسيب منهم ساعة الغير يحكي معتا ساعات حاسة تتعدى نقول نحكي فيه درجنا فمتنك مالنجا مش تتقل عليه صوفك مالنجا يغزر هو مع لطفي يقول حقهم قعد وهم يقولوا لي حتى مغير فلوس نمشي ونخدمه ايار وكذا كل واحد كش يغزر معتا مالنجا مش نجي معتا هما الشباب سوكيسور اللي عمرينا وعمري لطفي